أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة تربوية دورتها السابعة عشر لالفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين متضمنة عشرة مجالات على المستويين المحلي والعربي كما تم أطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر ويتم تقديم ملفات المرشحين إلكترونيا عبر موقع الجائزة كما تتم عمليات فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة إلكترونيا من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة اليوم في فندق قصر الإمارات بأبو ظبي لإعلان عن فعاليات الدورة السابعة عشر والمجالات المطروحة بها والمعايير المحددة للترشح لكل مجال منها وغيرها من آليات تقديم الملفات إلكترونيا بالإضافة إلى الخطة الزمنية لهذه الدورة وورش العمل التطبيقية والبرامج التعريفية المطروحة بها اشتركوا في القناة